ولسه مكملين معاكم فقراتنا في مهرات عظيمة بقت من الأولويات كل بنت وكل ستة دلوقتي إنها تهتم بصحة شعرها وشكل بشرتها وطبعاً بيبقى في بنات كتير بتكتفي بالجلسات بالوصفات لكن بتلاقي نتيجة مؤقتة وبترجع تلاقي بعد كده عيوب ظهرت لها أكتر من الأول زي البقع الغمأة زي تساقط الشعر غير طبيعي طيب ليه المكملات الغذائية أو الفيتامينات ليها يعني ضرورة في حياتنا علشان صحة الشعر والبشرة ولا نكتفي بالأكل الصحي ويبقى بديل ليه ده اللي هنعرفه النهاردة مع دكتور دينا أبو الصعود المستشارة طبي لشركة بايو ناترال منوراني ومشرفاني يا دندونة حبيبة قلبي أنت روحي وحشتيني جداً جداً وأنت وحشتيني قوي عجيمة بيختلف صدقيني بوجودك معي والله بجد أنا بحب على طول يعني بقى بوزيتف عشان لما بقى بوزيتف أنيرجي يعني بديل طاقة الإجابية أنت جميلة وتحتاجي تأخذي كمان بوزيتف أنيرجي علشان أنت يعني شخصية جميلة وبعدين الأبسط حاجة هي أجمل حاجة لأنه دايماً بنتكلم فبتكلمي ببساطة ودي أكتر حاجة بتوصل لمشاهدين عشان كده أنا بلاقي بنات صغيرين بيبعتودي أنا ببقى والله مبسوطة جداً يمكنهم ما بيقاتوش لعلى وصفات بس يبعتوا يسألوني عن الفيتامين يبعتوا يسألوني عن حاجة مهمة أسألها لك في الحلقة فده من الحاجات الحقيقة اللي بتساعدني بنات بقوا شطار دلوقتي بقوا شطار ماشاء الله ويركزوا بالبيتامينات ويركزوا بالبيتامينات وعمار صغيرة فأنا عشان كده الموضوع وأنا بقول للأنترو أنا مبسوطة أنه في بنات عندها بقت خلاص بالحكازي يعني خلاص ماشاء الله عليهم يعني ويعرف يختاروا إيه وإيه اللي ينسبهم إيه اللي يعمل الحبوب إيه اللأ لكن يمكن لا بقى معا عندهم معلومات أكتر منا أنا شخصياً آه ماشاء الله آه ماشاء الله آه والله دي حقيقة أنت عارفة بس في منهم يعني خلينا نقول إيه الغالبية ماشاء الله عليهم متطلعين لكن في جزء منهم برضو لسه زي ما تقولي كده فقدين جزئية أنه برضو الفيتامينز مهمة يعني معتمدين أنهم بيضغدوا بيفطروا بيتعشوا بيذاكروا وبيمتحنوا وخلاص وباقي الأيام مع الدية عادي مفيش أي حاجة في حياتهم ممكن برضو دور الأم مهمة في القصة دي لكن خلينا نقول ممكن الأم كمان تكون هي حبيبتي ما بتاخدش نفسها فيتامينات أو حاجة تدعم صحات فخلينا بقى نوجه لهم بقى أرسالة كده منك النهار ده آه آه مهمة قوي آه كل بنت وكل سيدة مش هتكلم بس على البنات إحنا السيدات اللي يمحق علينا برضو طبعا في جميع الأمار أكيد إنهما ينتبهوا لقصة الفيتامينات والمعادن لأنها مهمة جدا لو أنت بدأت عظيمة معي بتكلميني على صحة البشرة والشعر هنبدأ بصحة البشرة والشعر وبعد كده هدخل بقى في المناعة والكلام ده أوكي المناعة والطاقة طيب إحنا كسيدات أو البنات أكتر حاجة بتبسطنا لما أصحى من النوم أخسر وشي أبص في المراية كده لقي إيه وشي في نظارة أكتر حاجة بتزعلنا وبتزعلني لو لقيت بقى أصحى لقي بشرتي شحب قوي شعري بيقع جاف قوي ألاقي شعري في القط النوم بطريقة مش طبعية ألاقي على الكنبة المفروض أن ميت شعرايا بس في اليوم تقع لو بيقع بتقلو عندي مشكلة طبعا كيف أقدر أدعم صحة بشري بشري وشعري وأتكلم على البنات كمان الصغيرين اللي شايفين أنني لا ندوم مش مشكلة دلوقتي بعد سنة 25 سنة الكولوجين الكولوجين هو أساسي لصحة بشري بعد سنة 25 سنة الكولوجين بيقلي تدريجيا أدعم الكولوجين كيف بفيتامين سي؟ ده رقم واحد فيتامين سي وبيلز إقراس إقراس طبعا فيتامين سي السيرام العلوش رائع بس لازم أدعم بحاجة جوة داخلية أورالي عشان تبقى سيستيميك تخش على مجرة دم ويتدي البشرة الكولوجين المطلوب يبقى لو هتكلم في صحة البشرة والشعر لست أو بنت في جميع الأعمار هتركز معي في البيوتين هتركز معي في الفوليك أسد هتركز معي في الزينك هتركز معي في الكوبالامين بايوتين وفوليك أسد وزينك وكوبالامين دول أهم فيتامين وفيتامين بي طيب دكتورة دينا انت بتقولي فوليك أسد بايوتين نايسين هنجئ هنقعد ناخد خمس ست فيتامينات في اليوم لا هتاخدوا ELP مالتي فيت المرخص والمسجل من هيئة سلامة الغذاء اللي صرته على الشاشة بقول لهم كلهم الستات إنه رائع هتتبسطوا من نتيجة جدا لو هكلموا على الشعر الشعر بياخد وقت محدش يقولي أنا خدت أرسل نهاردة ولاقيت شعري مطولش ما فيش حاجة اسمها في الدليا لا ولا النهاردة ولا بعد شعر ولا تنقل من أول شعر هشوف تحسن على طول لكن طول ما أنا بكرره وباستمر عليه ومنساش يومين ثلاثة واخده يوم هتلاقي نتيجة عبقرية في الشعر والضوافر بنات كتير بتشتكي من ضوافرها بتتقطم أو ضعيفة بتتقطم أو ضعيفة بقول لهم إن في كل ده ومعنا نحاس ومعنا الكالسيوم إن حاس مهمة قوي لعدم نمو الشعر الأبيض بدري بدري بتلاقي بنات في العشرينات شعرها بتقطع وبقول للبنات برضو إيه عشان صحة شعرهم هياخدوا ألب مالتي فيت ويقالوا للي السبغات البلوند قوي البلوند دايما شعر ضعيف بالزبط بيضعف أكتر من أي لون شعر تاني غامق كل مليل الغامق بالزبط لما نيجي شعرنا مثلا هو مبلول ما نصرحوش بقوة لما ينشف يا جماعة صحيح السيدات المحجبات جوة البيت نقل على طرح لازم يتهول شعر يتنفس لما نيجي البنات اللي بيمسكوا شعرهم يضي الحصان جامد قوي لا ما يبقاش جامد جدا عشان ما ينحل الشامبوهات نحاول ان الشامبوهات بتاعتنا تبقى خالية من السالفيت والحاجات واستخدموا معي البا مالتي فيت هتلاقوا رائع البشرة البا مالتي فيت مع كريمات الترتيب بتاعتنا تاعت النهار والليل والليل والسام بلوك ده بقى أساسي في الصيف البخار اوالله ده حقيقة فالسام بلوك مهم جدا والشعر من البخار ليه بيقولوا دايما نربط شعرينا هو ليه هو ليه رول على فكرة مش بس عشان الشعر مناشف الأكل وعشان البخار الشعر بيتأثر بالبخار فبيبوز بيقف وبيتأثر هناخد قلب مالتي فيت ازاي هو قرص واحد بس في اليوم ما بنقطرش عن كده جرعة كويس قرص واحد يوميا وبطامن كل البنات ان السعر رائح السعر متناول للبنات الصغيرين كل البنات كل البنات بس طبعا ماما هتجيب يعني أنا لو ولادي هجيبهم بس مش هنجيب عيلبة واحدة بس بقا هي يتيجي تقولي يا مامي خلصت عايزة تاني يعني بقى عندهم نعرض جديد هو قريدي سعره رائع فالأوردر أصب بيجي أكتر من عيلبة طبعا ما شاء الله وعايزة أقول كمان هو متوفر في السعيداليات دي أهم حاجة احنا موجودين في سلسلة السعيداليات كبيرة معروفة على مستوى جمهورية مصر ومتوفرة السعيداليات موجودة في كل محافظات مصر أو نقدر نطلبه عن طريق الانلاين المندوب يوصل لحد باب البيت مندوب الشركة وليكو صفحة دي صفحة الفيسبوك بايو ناتشرال اي جي دي عشان نستفصر بيها عن أي معلومة ويترد من فريق طبي موجودة نعرفها من الكول سنتر طبعا الاكوة كان مضادة أكسادة الأكسادة خطر اه وليما بقى يعني عيوبا اي اللي بنعمله أخطاء احنا بنعمل ايه أخطاء ننزل الشمس من غير السن بلوك بتاعنا مهمة طبعا الشمس عشان فيتامين طبعا الصفحة دي يا جماعة خاصة بالدكاترا السيادلة اللي عايزين نوفره الألبا مالتي فيد داخل سيدلياتهم احنا موجودين في الشركة المتحدة للسيادلة بنعمل ايه من أكسد طبعا طريقة الأكل أو طريقة الطبخ نفسه ماينفعش ان انا احمر الزيت 3-4 مرات خطر جدا جدا الاكثار في التدخين كل أنواع التدخين بقى سجاير شيشة اي حد او اننا السكريات الكتير جدا جدا بيتعليل التهابات الجسم وبتعليل الاكثار عندك الارهاخ الشديد او ما بننامش يعني بنيجي مثلا على الساعة 4 الصبح نبتدي ننام لازم نوم بالليل لازم نوم بالليل لان بالليل بيحصل طرد للسموم وخلايا الدم المناعية بتتجدد فكل الحاجات دي احنا والدغون الضرة مثلا كل تأجسدلي فأعمل ايه طول الوقت اننا لازم اخذ انتي اوكسيدل الاكسادة على البشرة يعني بتلاقي بنات عندها بدأت فيها التجعيد من بعد سن 25 سنة يبتدي يظهر عندها تجعيد فاحنا لازم نعمل انتي ايجي نعمل وقايا نحاول نأخر مضادات الاكسادة فاهمين مضادات الاكسادة فيتامينات مهمة جدا زي فيتامين سي والاقوى كمان من فيتامين سي كمضاد اكسادة فيتامين اي رائع بيعزز الدورة الدموية بيقلل الالتهابات الجسم بينظم لي بنسبة مستوى الكوليسترول في الدم لكن اكيد مش خاص ده موجود في الب مالتي فيت كل ده موجود تب تكلمينا عن النسب والحاجات اللي موجودة في كلها قلب مالتي فيت يحتوي على 13 عنصر وفيتامين نسيب قصة جمال البشرة والشعر ونخش في حاجات مهمة جدا هذا الفيتامين بيعمله اول حاجة مناعة دلوقتي هتكلم على الستات والرجال مع بعض اول حاجة لازم اعلي مناعتي احنا كل يوم بنسمع متحور فيروس فطر فطريات قاتلة انا ازاي قدر الجسم يبقى سد لان جهاز المناعي من اقوى الاجهزة المناعية من اقوى الاجهزة اللي ربنا خليقها سبحانه وتعالى انه يبقى جيش لأي حاجة جاية من بره جاية من بره لو هتكلم عن المناعي يبقى زنك والحاس وفيتامين سي فده يعزيز المناعي فيتامين هي مضاد اكساد كالسيوم كالسيوم عندي 70 ميلي جرام مهم جدا لتكوين خلايا العزام عندي فيتامين بيه ثلاثة وفيتامين بيه ستة وفيتامين بيه خمسة واثناشر واثنين البيوتين فيتامين بيه سبعة وفوليك أسد فيتامين بيه تسعة وفيتامين بيه واحد تيمين والنياسين كل عائلة فيتامين بيه اللي أنا محتاجاها يوميا موجودة في هذا المنتج فده اللي بيميز L-P-Multi-V طب فيتامين بيه يا دكتور دينا مهم في ايه لو هكلم على البشرة مهم جدا لو هكلم على الدم مهم جدا لتكوين اللي هو الكوبالامين مهم لتكوين خلايا الدم الحمرة ولازم نهتم بدمنا الدم هو البقاء الحياة لازم نشرب ماي كويس جدا بالكوبالامين اللي موجود في L-P-Multi-V لأن الدم هو وسيلة مواصلات الفيتامينات والمعادن ووسيلة مواصلات الهرمونات والخلايا المناعية اللي بتمشي في الدم كرات الدم البدء أنا بعتبر الدم هو التكسي بتاعنا هو اللي بين الهرمونات من الغدد للخلايا هو اللي بين الخلايا المناعية لمحاربة البكتيريا والفيروس هو اللي بين الفيتامينات والمعادن وهو اللي بيطرد للسموم من الجسم فL-P-Multi-V دعم جدا للدم فيتامين سي عندي 500 ميلي جرام نسبة رائعة رائعة الفوليك أسد برضو نسبته حلو قوي طب الفوليك أسد أو حمض الفوليك مهم في مهم حاجات كثيرة للتمثيل الغذائي رقم واحد مهم لست الحامل جدا لأنه اللي بيعمل على عدم تشوه الأجنة منحفظ الأجنين من التشوهات ومهم للست اللي بتولد أو المردعة أو الست اللي ولدت عشان بيدعم جدا الصحة النفسية عندي كمان داخل طبعا هنا المميزات بقى اللي بتميزه عن أي مكمل غذائي بالضبط العلاف تركيز الزنك قوي كمناعة يحتغاني مجموعة فيتامين به الكاملة يعمل كمضالة أكسادة يحتوي على مزيك الزنك والنحاس لأن أنا قلت قبل كده الزنك مش هشتغل مغير النحاس يجمع بين الزنك والبيوتين والنحاس لدعم صحة الجلد والشعر والأظاف المرخص من هيئة سلامة الغذاء ودي حاجة تطمن كل السيدة المشاهدين من الستات والرجال أن هما هيبلعوا حاجة أمنة مية في المية موجودة في السيدليات هي قصة أن أنا أخذ الحجم السيدلية لا يوجد السيدلية تضع على الرف OTC حاجة مش مترخصة إطلاقا فدي حاجة حلوة جدا أن أخذ حاجة أمنة ملهاش أعراض جنبية ملهاش أعراض مع أصحاب الأمراض المزمنة بيأخذوها مع الأدوية وكمان صهلنا على السيدليات أنا روحته من قدش دلوقتي في السيدليات ده الكود للسعدلة هو اللي يتصل ويقول الكود ده ده يطلبه أنا روح أخذه أحنا موجود ألف الشركة بيوناتشرال موفرة في الشركة المتحدة النصار وفرو لي الفيتامين اللي أنا عايز أشتري ومالوش بديل مالوش بديل إطلاقا إطلاقا عشان كده أعتقد إحنا 30 تابلت طبعا العبوة الكورس بكفي 30 يوم يعني شهر السعر رائع متناول الجميع من الستات والرجال طيب أنا كده المفروض إحنا يعني كمكمل غذائي المفروض أن إحنا منحس بالتحسن على طول يعني مثلا أسبوع خمس أيام الطاقة أنا ما قلتش كمان أنا كلمت على المناعة قلب مولتيفيت رائع لإدارة الطاقة بتاعتي والنشاط البدني بتاعي والتركيز أخذوا بعد الفطار عشان يدعم الطاقة يعني بعدها بساعة مثلا نص ساعة على كباية ماء كبيرة حلو قوي بس تمام أبدأ يومي أبدأ يومي ما بحبه قبل النوم يعني هو بعد الفطار عشان بيخلينا أكتف يعني 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 عشان فيتامين بها فهمت فهمت طيب هنقول بقى حاجة طبعا الناس اللي بتعمل عمليات تسامنة وتكميم والحاجات دي بعد العملية برضو بياخدوا لازم لا دا ما فيش مجال لأن أنا ما أخدش لازم ياخدوا اللي بيدخولوا عمليات تكميم وتحويل مصار أنت بتقص المعدة فالإنبوت بتاع الأكل والعناصر الغذائية قلت جدا بنبتدي نخص فبالجأ على طول وعلى طول بعد العملية أو حتى من قبل العملية أخدوا وما فيش حاجة اسمها طب بعد العملية أخدوا قد إيه وبطل أنا مش بكلم بقى أنه علاج لحاجة في السمنة أو كده لا هو بنزين أنا لو ما فيش بنزين في العربية مش عرف أمش صحيح قلبي مالتي فيتا عامل زي البنزين بتاع العربية لما بيبقى عندك نشاط والأكل بتحول لطاقة وده اللي بيعمله فيتامين به فبتلاقي قريدي انت بوسط بانرجي ومتفقلة كده للحياة حلو حلو طبعا وعلى فكرة السيدات بتمر بمود مختلف أثناء الشهر بعيدا عن أي حاجة حتى فيسيولوجيا فإحنا من حقنا نحن على قل نحن فيمود مستقر إلى حد ما إحنا كستات العطفة بتقودنا أكتر وبأقول إن إحنا كستات نحاول إحنا اللي بنتنرفز بسرعة يعني إحنا نحن نحاول إن إحنا نقلل من ده عشان مش عايزة الهرمونات تتلغبط مهم قوي أنا لو حياتي كلها بنرفزة وعصبية يعني عشان أحلو مشكلة ما هو النرفزة مش هتحللي مشكلة لكن المشكلة اللي هتحصل الكورتزول هرمون الكورتزول هي على لغدة الكذرية ولو عيني كل هرمونات تتلغبط فنحاول إن إحنا نقنن شوية نقنن الموضوع نهدو شوية طيب ناخد أسئلة من المشاهدين نسأل بردو حبيبنا عشان إيه ومستنين الأسئلة بتاعتهم معاك نرمين عوض بتقول صباح الخير عرا حضراتكم كنت عاوزة أسأل هل نقص الفيتامينات في الجسم ممكن تسبب مشاكل نوم وقرق وهلات سودة آه طبعا نقص الفيتامينات بتعملي نوم وقرق وبتعملي هلات سودة أكيد ونقص الحديد أكيد بيعمل برضو مشكلة الهلات السودة برضو لازم نتؤمن على مستوى الحديد في الجسم لأن الهلات السودة أحيانا بتبع نتيجة الأجسادة الخلايا أنا ما أخدش رطيب بتاعي بتاع كريم النهار وكريم الليل أوكي دا يقلل يقنن عندها من الهلات السودة ونام كويس واشرب مياه كويس كل الحقيقة أصلية هي سلسلة متصلة ببعض يعني أخد قلب مالتي فيت أنام الساعات الكافية أنام بالليل أقلل التدخين التدخين بيسود جدا تحت العين أقلل السكريات يعني هي بتبقى سلسلة كده مع بعض طيب قولنا للولاد الصغيرين عشان منساهمش اللي هما لسه سن المراهقة أو سن البلوغ ياخدوه برضو زينا أرس واحد أرس واحد كفاية جدا لأنه هو هذا الجرع المصرح بيها من هيئة سلامة الغذائق المصرية أرس واحد في اليوم أي عمر الطلب أكيد يعني تاني طلبات هتبقى من خلال الأرقام أقلل قلب مالتي فيت احنا موجودين في السيدليات موجودين في سلسل السيدلات كبيرة الدكاترة السيدلة اللي لسه موفروش قلب مالتي فيت عندهم احنا متوجدين في الشركة المتحدة للسيدلة يدروا طبعا ده 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 موجودين كمان الأرقام اللي كانت ظهرها على الشاشة بعض النهائط المتطلبه وهنا للمزيد من المعلومات ده صفحة الفيسبوك اللي هي بايو ناتشرل وذي الأرقام وذي دعمتوا كمان برقامين زيادة في الشرك عمالين كل شوية رحط أصل إيه بقى يقولون السيدة العمر 24 ساعة تلفاراتكم مشغولة طيب حطينا أرقام زيادة يا جماعة تكلموا بعد الحلقة احنا مش موجودين بس وقت الحلقة يعني في ناس فكرة ان خلاص الحلقة خلصت لو حتى الصيدلية تطلبوا وتجيبوا أسرع أسرع والله يا دين أنا بجد بشكري جدا بشكري كمان على إجابتك على أسئلة أصدقائنا وطبعا هيبقى فيه أسئلة تانية أكيد في حلقات تانية عشان تنوريني كتير حبيب تقلبي وبشكر حضراتكم لحسن المتابعة وأتمنى دايما أنحنا نكون يعني بنجاوب على أسئلة حضراتكم بتسمعوها ولو ليكم أي أسئلة بعتوها سواء من خلال صفحات الشخصية أو من خلال الصفحة الخاصة بالشركة بايو ناترل اسمحولي أشكر ضفتي اللي شرفتني ونورتني النهاردة دكتور دينة أبو الصعود المستشار الطبي لشركة بايو ناترل نورتيني وشرفتيني دالدونة مرسي عظيمة مرسي وبشكر حضراتكم لحسن المتابعة ومن هنا الحلقة الجديدة أتمنى من الله ولا يكتر على الله أشوف حضراتكم على ألف خير وصحة وسلامة وسعادة و السلام عليكم